مفاجأة من العيار الثقيل تكشفها مصادر خاصة لقناة التغيير الفضائية حول موعد الضربة الإيرانية المحتملة بهجوم الرد على إسرائيل انتقاما لاغتيال هنية في طهران حيث كشفت المصادر أن إيران تخطط لضرب إسرائيل بعد انتهاء الزيارة الأربعينية في العراق والتي تعد من أكبر المناسبات الدينية حيث يشارك بها نحو مليونين ومئة ألف زائر إيراني بالإضافة لنحو خمسين ألف أنصر من الحرس الثوري الإيراني بحسب المصادر أما حول التساؤل الأكثر حضورا على الطاولة لماذا تشن إيران ضربتها بعد انتهاء الزيارة الأربعينية وما هي العلاقة تكشف المصادر أن طهران تحاول اختيار التوقيت المناسب والذي يعتبر إحياء الزيارة موعدا غير مناسب لإيران بشأن ترتيب هدوء أمني بعودة الزائرين وعناصر الحرس الثوري وحول اختيار هذا التوقيت يرى خبراء عسكريون أن إيران تكتسب منح نفسها الوقت الكافي للتخطيط والتحضير لأي عملية عسكرية محتملة وضمان جاهزية قواتها للرد بعد عودتهم إلى إيران ويرتبط هذا مع تسريبات سابقة حول توقعات تخطيط إيران لشن ضربة على إسرائيل غير مباشرة باستهداف مصالح إسرائيلية في كردستان أو سوريا وهو ما يرجح ذلك التوقيت بالضربة بعد انتهاء الزيارة الأربعينية